بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة المهدان يوم الاتنين ده يوم بحس فيه ان احنا قاعدين مع بعض بنتكلم عن احلى حاجة ممكن نعملها في حياتنا ان احنا نبني الانسان فينا نبني الانسان اللي هو في الحقيقة بيحتاج لبناء دائم واضافة دائمة واحنا ابتدينا مشوار كده بدينا فيه بالكلام عن الاخلاق وقلنا ان الاخلاق تتكون من ثلاثة مكونات المكون الاول هو القيم والنية او الارادة ثم السلوك وده معناه ان احنا بننقل القيمة الى سلوك عبر الارادة والنية وتكلمنا على ان وقدنا بعد الدراسة حاجة رائعة وجميلة ان التلات قيم الاساسية المستفادة من حديث ام السنة اللي هو حديث جبريل لما جه وجلس مجلس المتعلم من حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يصدقه كلما تكلم اللي حديث اللي يتكلم عن الايمان وعن الاسلام وعن الاحسان فالايمان طلع لنا قيمة الرحمة بعد ما طلع لنا مقصد العبادة والإسلام طلع لنا قيمة الخير بعد ما طلع لنا مقصد العمران والإحسان طلع لنا قيمة الجمال بعد ما طلع لنا مقصد التسكية حاجة عجيبة جدا جدا حديث فعلا حديث متسع وكان ليه حق أن الحديث يكون بهذه الهيبة يجي سيدنا جبريل بهذه الصورة ويأتي ويكلم حضرة النبي ويشهد الصحابة هذا الاحتفال العلمي الكبير هذا المحفل العلمي الكبير وجدنا شيء غريب أو أقول أن التلات قيم اللي هم الكبرى دي اللي هي قيمة الرحمة والخير والجمال التلاتة قيم الكبرى دول اللي هم في الحقيقة بيتحقق بهم قيمة المحبة كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يبقى نتبعك يعني إيه نكون رحماء نتبعك يعني نكون خيرين نتبعك يعني نكون عندنا جمال طيب وإيه تاني الاكتشافة اللطيف روحنا للحداشر قيمة اللي هي بيعيش بها الناس كلهم حتى الحداشر قيمة دي هي اللي بتخرج بما يسمى بالبروفيشنال فاليوس اللي هي القيم المهنية قيم المهنية فوجدنا الحداشر قيمة دي بيندرجوا تحت القيم التلاتة الكبرى فابتدينا الرحلة وتكلمنا عن قيم الرحمة إيه اللي بيندرج من الحداشر قيمة دولة تحت قيمة الرحمة لقينا بيندرج تحت قيمة الرحمة قيم البساطة والتسامح والمحبة والتواضح الأربع قيم دولة الإنسان إذا كان بيعيش بهذه القيم الأربعة فهو إنسان رحيم ثم بصنا لقينا قيم بتندرج تحت الخير إيه هي القيم تحت تندرج تحت الخير أربع قيم التعاون والاتحاد والنزاهة والمسئولية سبحان الله يعني الشخص اللي فيه الأربع قيم دولة هيكون شخص خير والنهاردة عني بتدي بقى في قيم الجمال اللي هي القيم التلاتة اللي هي الصدق والسلام والسعادة يعني إنسان إذا كان صادق وإذا كان عايش في سلام وإذا كان عايش في سعادة فهو إنسان عايش في جمال تعالوا نبتدي بقيمة الصدق خلينا أقول لكم شوية حاجة عن قيمة الصدق لأن قيمة كده محتاجة احتفالية يعني لما نجي نتكلم عن قيمة الصدق قيمة الصدق دي يتعاملة زي الفردوس المفقود كل الناس بتحب قيمة الصدق الست لما تيجي تتجوز عايز زوجها يكون صادق معها وعارفين الرجالة إن الست لو إن زوجها ما كانش صادق معها بتعتبر إن إنسان كدهب إنسان خايم دي معادلة عند الستات ليه؟ عشان الصدق ده هو اللي بيحسسها بالأمان وكأن الصدق أنا عايز أقول لكم عارفين الصدق ديه بيكون روكن من أركان حياتنا لأن الصدق ده اللي بيعايشنا بالأمان الصدق ده اللي بيوصلنا للثقة في الآخرين الصدق ده هو اللي بيوصلنا بالثقة بأنفسنا عارفين الصدق؟ لو إن الصدق مش موجود الإنسان بيحس إن الحياة كلها عبارة عن ظلام وعبارة عن وجع وعبارة عن مخاوف الصدق هو المسؤول الأول لتحقيق الأمان للناس وعشان كده اللي عايز يدخل على الإيمان لازم يدخل على الصدق عشان يفتح لباب الأمان عشان يذوق حلوة الإيمان معادلة مهمة جدا جدا بتقول لنا إن الصدق ركن من أركان الحياة إذا فقدنا الصدق قد تنهدم علينا الحياة ولذلك الصدق لما نيجي نعرفه نلاقي إن الصدق ده إن الكلام يكون مطابق للواقع ما يكونش الصدق الكلام في حتة والواقع في حتة يعني إيه الصدق فيه مطابقة فيه واقعية الصدق فيه كمان إن الشخص لازم يبقى عارف إن الصدق ده ليه وظيفة يبقى ثلاث حاجات في الصدق الصدق فيه مطابقة مش الصدق ده خيال الصدق مطابقة مطابقة اللي إحنا بنقوله بالواقع الصدق كمان فيه واقعية والصدق كمان فيه كمان جزء مهم جدا وهو إن فيه عيش وفيه حياة فالصدق باعتباره قيمة مركزية في الحياة بيعرفنا إن أصل إيه هو أصل الحياة وإزاي تكون الحياة مع ربنا سبحانه وتعالى الحياة الحقيقية هو إن أنت تكون مع الله ليه؟ لإن الحياة بالمدد إحنا بنعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله فتخيل إن أنت مش موجود مع الله ما فيش حياة طب إزاي أدخل في الحياة دي الله سبحانه وتعالى يعلمنا حاجة مهمة أو أوي فاكرين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إيه لسيدنا أبو بكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أنا عايز أشوف دلوقتي المعية دي معية إيه؟ معية الصدق رسول الله والصادق الأمين وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر والصديق فهم مع بعض فإيه اللي حصل فكانت معية الصدق فقال لا تحزن إن الله معنا لأننا شربنا من كأس الصدق الذي يفتح كل أبواب الرحمن ولذلك قال الله تعالى وكونوا مع الصادقين كونوا اللي عايز يبقى مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايز يبقى في المعية الربانية لازم يكون مع الصادقين ولذلك الصدق باب واسع للنجاة من يقول لك الصدق من جاء ورد في الحديث الصدق من جاء من جاء من إيه؟ من جاء من هذه الزات من هذه النفس الأمارة بالسوء وعشان كده سيدنا أبو بكر دخل في معية رسول الله سلم وفي صحبته لأنه صديق فالصدق يدخلك على المعية الربانية عايز تبقى في المعية الربانية كن صادقا ولذلك الله سبحانه وتعالى بيقول أمرنا بالصدق وأمرنا أن احنا نكون مع الصادقين وقال وكونوا مع الصادقين والله سبحانه وتعالى بيحب الصدق حبا عظيما ولذلك الصادق هتلاقي بقى شوية حاجات كده كرمات وأنوار بتبقى في نفس الصادق وبسه كده حضرت النبي بيقول لنا إيه إن الرجل اللي يصدق ويتحرى الصدق يتحرى الصدق يعني يدوء حلوة الصدق فيمشي ويمشي صادقا في كل أحوال فمش ممكن الصادق أبدا عمره يكون مرتشي لأنه صادق حتى يكتب عند الله صديق طب لو كتب عند الله صديقا إليه إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة يا سلام والصدق يهدي إلى البر يعني إيه بينكي الإنسان من فجور ولذلك الصدق تعالوا نقول مع بعض وعلى بعض كده الصدق أمان يوصل للإيمان الصدق أمان يوصل للإيمان فبالصدق واحده ممكن يزوق الإنسان حلوة الإيمان لذلك قال الله تعالى كونوا مع الصديقين كونوا مع الصديقين ليه لأن كؤوس المحبة وكؤوس القرب موجودة في ساحة الصادقين عايز تشرب من كأس القرب كن صادق كلام ده نقوله لأولادنا نقول لهم أنتوا لو عايزين تكونوا مع ربنا واتدوقوا حلوة حنان ربنا وحب ربنا وقرب ربنا كنوا صادقين ولذلك إذا حد فينا عايز السلام النفسي فالسلام النفسي الصدق هو باب السلام النفسي لأن كلنا بندور على راحة البال والسلام والصدق هو البوابة الكبيرة للقلب السليم وعشان كده إذا كان الإنسان صادق هيدخل في قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم عايز تيجي وإذاك رسول الله سلم ما بيعرضش نفسه إنه هو يسمع الكذب فقال يعني دعوا لي أصحابي عشان ما يسمعش عنهم حاجة لا تحدثوني عن أصحابي فإني أريدوا أن ألقاهم بصدر سليم هو ده الجهد الحقيقي اللي عايز يعيش ودوء حلوة الصدق يعرف أن الصدق بيفتح له أعظم هيبة ربانية وهي هيبة القرب السليم الصدق يا سيدة نور نور الإنسان بيرى فيه بنور الله سبحانه وتعالى الحقائق لأنه لو كانت الدنيا تساوي عند الله فالصدق بيشوف الدنيا من عند الله مش عندي نفسه فاتكبره التافه والأشياء التي لا قيمة له فلا هو يصغر الأشياء اللي هي ما لهاش قيمة ويعظم نعمة ربنا فالصدق ما بيبقاش الصدق عنده كلمة الصدق عنده حياة بيعيشها في تفاصيل الحياة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما زال الرجل يصدق أهو أنا ليه جايب بكرر الحديث مرة تانية عشان هذا الجزء وما زال الرجل يصدق ويتحرر الصدق حتى يكتب عند الله صديقه طيب إذا كتب عند الله صديقه إلا حاصل لا تحزن إن الله معنا دخل في معية الله وعشان كده تلاقي الصادق ما له تلاقي الصادق دايما في الحب واسع يحب الناس كلها تلاقيه ما بيشيلش تلاقي الشخص الصادق سبحان الله ما بيشيلش تلاقيه دايما إيه يحب ويتحب تلاقي الناس بيحب اللي حبايبه كل حاجة ويتلاقي الصادق ما بيتملكش الناس ولا الناس بتكونوا بتاعها يعني لما الأم تكون صادقة الحب مع ولدها علموا أولادكم الصدق في الحب إنهم ما يتملكوش أحبابهم وإنتوا كمان ما تتملكوش أولادكم وإنتوا كمان ما تتملكوش أحبابكم ولذلك ما بيحسنش الحب إلا الصادقون الصدق ما يبقاش ما يحسنوش غير واحد حاسس إن الحب ما ينفعش إلا يكون حقيقة يكون عيشة يكون في التفاصيل ما ينفعش واحد بيحب واحد ما يشوفش خير ما سوقه لكن هو عشان هو صادق بيصدق إن الشخص ده في حاجات جميلة زي ما هو في حاجات جميلة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسه حتى يكون صادق تلاقي الصادق في العمل يدفعه صدقه في النية وصدقه في العمل يستمر مهما كانت ظروف العمل مهما كانت العراقين مهما كان الناس اللي بيسرقوا جهده ويستمر لأنه صادق صادق فيه مش في حب للعمل صادق فيه النية والقيمة اللي هو بيحملها وبتخليه يعمل يعمل تحت أي ظرف تلاقي الصادق مهما تغيرت عليه الأحوال بيستمر بيستمر في العمل بيستمر في الحب بيستمر في الناس وهو ذات العلم وحضرت النبي للناس ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصله تلاقي الصادق بيشوف فضل الله عليه بالناس اللي حواليه الصادق ده أكتر واحد بيعيش في النعمة يشوف كده فيه ناس بقى يفهموا الصدق غارة يفهموا أن الصدق بيخليهم يشوفوا النقمة لا الصدق بيخليك تشوفوا النعمة فتمتني لذوقتك عشان هي نعمة تمتني لأولادك تمتني لأولادك عشان فتحوا عليك بركة الحياة وتمتني كمان لأصدقائك وزملائك في العمل لأنهم بيتعلم منهم وبتعيش معهم حياة مفتوحة على الرحمن سبحانه وتعالى إيه اللي حاصل؟ الصدق ممتن الولينتينان ده أعظم مفتاح للقلوب ولذلك تلاقي الصادق الناس بتيجي عليه حتى لو أن هي ما بتلاقيش الخداع اللي ممكن تلاقيه عند الناس ما بتلاقيش عنده المجاملة مش مجاملة ما بتلاقيش عندهم النفاق اللي عند الآخرين بس الناس كلها لما تيجي تعيش وتحب تعيش في أمان وسلام تعيش حول الصادق ليه؟ لأنه هو لو شاف فيهم حاجة جميلة هيمتن لهم من غير مقابل ولذلك الصادق ما تلاقيش أبدا عامل نفسه مستغني عن الناس والحياة لا ده شايف شايف فضل ربنا في الناس وفي الأحداث فتلاقيه فقير مفتقر لله سبحانه وتعالى دي مولاه وما يشوفش أبدا لأنه صادق أني فيه حاجة بتنجيه غير الصدق فشايف أن الصدق نجاه وعشان كده دايب في الافتقار لمولاه تلاقي الصدق قليل الإحباط إزاي يعني ده إحنا شايفين الصدق ده إنسان واقع والواقع كله بيدعو قال لي لا خالص الصدق تلاقي إيه؟ شغال ومهتم ومحب وبيتعلم كتير وما يحبطش وإذا تسد عليه باب هو شايف أني لو تقفى الباب إلا حاصل قدامه سكة طويلة مليانة بالنعم ومليانة بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك تلاقيه إيه؟ تلاقي الصدق مستمر تلاقي الصدق يا من حريف مبدع عبقري في رؤية الجمال في كل شيء في الكلمة في البسمة تلاقيه يشوف في الناس حاجة هي مش شايفها في نفسها فيفتح قلوب الناس للجمال والناس تحس معاه إن هي في نعيم وفراحة ونور الإنسان في الحقيقة الصادق هو إنسان قوي مش إنسان جبان الكذب كبن والجذب كمان بيضيع علينا حياتنا للأسف وسلام بقى يا سلام على الحياة كون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوم زول وجهين الذي يأتي بوجه ويذهب بوجه طبعا نعمل إيه؟ في السوشيال ميديا اللي علمت الناس إنه ممكن تعيش بالكذب فترات طويلة وممكن تعيش بشخصية مش حقيقية وعشان كده بقى عندنا حاجة اسمها الكفر للذات إن انت يبقى عندك شخصية تانية غير ذاتك عايزين نتخلص من كل ده عايزين نربع أولادنا على الصدق أنا عن نفسي لما بتكلم عن الصدق ما بحسش إن أنا عايز أخلص لكن تعالوا نقول شوية إجراءات نكلم أولادنا فيها وكأننا بنفتح الباب للكلام عن الصدق ما فيش مانع نتكلم مرة تانية تعالوا نخلينا إحنا الأباء أول إجراء لازم نعمله إن إحنا خلينا إحنا الأباء دايما صادقين بلاش لما حد يكلم يكلمك تقول لابنك رد عليه ويقول له بابا نايم بلاش الطريقة دي انت هتقولي الكلمة دي وهتعرب منها وهتعرب من أسارها بس أسارها هتفضل محفورة في ابنك انت كده كرست في ابنك وغرست في ابنك الكد ليه طيب تعمل كده يا أخي الأولاد دول عاملين زي بالزبط الصفحة البيضة البريئة انت كده بتعلم أولادك الكذب وبتقطع كمان سابرهم إلى الصدق فدول أول إجراء إحنا لازم إحنا نفسنا نكون عايشين في الصدق ويبقى عندنا شجاعة ومسئولية وده أقرب طريق للصدق من أكتر حاجات اللي ممكن كمان وده الإجراء التاني اللي ممكن تؤذي أولادنا إننا نوصمهم أو نقول أو نقول لهم حاجة غير الحقيقة بالكدب بلاش كلمة يا كدابة بلاش تقول لهم كده أو يا كدابة فيصدقوا ويعيشوا بأنهم كدابين أنت ما ينفعش إنه هو لما يقول لك حاجة وإنت شايف إن فيه اختلاف في وجهة النظر أو إنه هو قال لك حاجة بتحرجك ما تقولهش يا كداب هتبقى واصم عنده ويفضل هو حاسس إنه هو للأسف مش ممكن يبقى صادق ساعدوهم يوصلوا للصدق بحكمة ساعدوهم يوصلوا للصدق برحمة ولين ولازم نعرف إن أولادنا في السنين الأولى من عمرهم لما يخترعوا قصص غير حقيقية أوة وتقولوا عليهم كذبين بالله عليكم ما تقولوا عليهم كذبين ده هم بيحاولوا يشوفوا الدنيا ويكتشفوا الدنيا فبيكتشفوا الدنيا بخيالهم هم مش كدبين هم بيكتشفوا الدنيا بخيالهم إحنا اللي لازم نعلمهم إزاي يقدروا يكونوا متزنين ما بين الخيال وما بين الحقيقة فما نقتلش فيهم الابتكار ولكن نساعدهم على إن هم يعيشوا صح عودوا أولادكم يعني عادة عودوا نفسكم وأولادكم إن لسانكم يخرج منه كل كلمة طيبة كتروا الكلام الطيب والكلام الحل وخلوا الكلام الحلو ده تحواليكم على طول الكلام الحلو عيمنع الناس من الكتب والنفاق الكلمة الطيبة بتطيب القلوب وحنان ولطف وجمال على الناس جملوا قلوب أولادكم بالكلام الطيب واملوا حياتهم بالكلام الطيب عشان ما يقولوش الكلام الخبيث وكمان علموا أولادكم لما يخطئوا يتحملوا المسؤولية وخليكم وساعدوهم إن انتوا تبقوا فضالهم ما تعنفهمش وما تضربهمش وما تئزهمش إذا هم عملوا حاجة والتزموا المسؤولية كده ساعتها أولدكم هيتكنابوا الكذب لكن أنتوا لو شدتوا عليهم وأعلمتهم أنه لو قالوا وتحمل المسؤولية يبقى يكون دمارها يضطر إلى الكذب وانتوا كلكم بتشوفوا أولادكم لما يجيوا يبرروا الكذب يقولوا كنا خايفين أن أنتوا تزعلوا أو خايفين أن أنتوا تعنفونا آخر حاجة لازم طول الوقت طول الوقت أن احنا وبنتعامل نكون صديقين مع الله علموا أولادكم أنهما لما يغلطوا يقولوا أستغفروا الله العظيم وانتوا لازم تكونوا عايشين بداه لما تكونوا صديقين مع الله هيفتح لكم باب الصدق في الحياة وحتعيشوا باب تاني خالص اسمه باب النور والمدد والبركة اللي بتكون في معية الله سبحانه وتعالى لما يكون الناس صديقين يا رب الهمنا الصدق وقدرنا على أن احنا نربع أولادنا على الصدق في زمن عز في الصدق لكن في زمن كمان في معية العزيز اللي بيمدنا بكل مدد يكشف عنا الكرب ويرفع عنا الأذى ويدخلنا باب الأبرار بمدده سبحانه وتعالى عندما ينشف في قلوبنا الأنوار ويجعلنا من الصديقين لنكون في معية الأبرار ومع صحبتي سيد الخلق النبي المختار بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نجاوب على أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج لا تعسروا اللي بنتلقى عليه أسئلتكم المباركة ونخصص لها وقت نكلم عنها ونتناقش فيها ونبين لكم حكم الله سبحانه وتعالى فيها ولكن تعالوا نشوف أول سؤال معنا النهاردة من مدام وفاء مدام وفاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شدال يا مدام وفاء بعد إذن حضرتك يا شيخ عمر قال لن ليه استفسار شدالي أنا متجوزة بقالي 15 سنة أو 18 سنة بالزبط يعني وجوزي كان كويس جدا جدا خلال 15 سنة أو 16 سنة اللي فاته ولكن فيه يعني زميلة لي في الشغل يعني حولت أن هي تتقرب منه بطريقة أو بأخرى الله أعلم مش عايزة أقول بسحر أو مش عايزة أقول حاجة زي كده ولكن أنا لقيته مرة واحدة اتقلب على البيت تماما تماما بيتقلب على بنته أنا معي منه بنت عندها 16 سنة اتقلب في حلم خالص خالص على العلم أن أنا دايما هو شاكي كفية يعني الكلام ده على أقل الكلام ده على أقل بقاله سنتين لا يعني بقاله سنة تقريبا طيب عشان بنت عشان بنت عندها 16 سنة وانت بتقول أن هو بـ 15 سنة كان كويس آه لا يعني تقريبا هي عندها 15 سنة ونص حاجة زي كده طيب تفضل لكن هو دلوقتي كل مشكلته أنه هو دلوقتي هي مخلياة دايما ساكت أننا مش بنحبه ودايما نصور له أننا بالعكس نحن بنتمنى موته بوقته والتاني وهو ساكت على العلم أنه هو تاني يعني أنا بالنسبة له الحمد لله والسكر لله كل حاجة في حياته دلوقتي أنا بقيت ولا أي حاجة ما بقيت بيجي البيت خالص إلا على النوم طيب ما بيكلمش حد في البيت نهائي ما بيأكلش لقمة معانا في البيت بقاله أكتر من سهرين ثلاثة آه ما بيسربش من إيدي كوباية مية ساكك في كل حاجة أو مش مش حكاية ساكك هي مكرهة في فيها ومكرهة في بيته ومكرهة في بني طيب 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 أنا أطلب أطلب يعني أطلب الطلاق ولا أصبر أنا لما سألت دار الإفت قالولي إن الصبر ده ليكي عليه حسنات كتيرة أنا عايزة نصيح حضرتك حاضر ربنا إن شاء الله يعني ينزل مدده على قلبك ويصبرك إن شاء الله بس عايزين نقول شوية حاجات كده أول حاجة يعني زي ما بيقولوا كده أول أي تطلب الطلاق ما تطلبوش الطلاق بتقولوا أنه ما تطلبوش الطلاق عشان نصبر ونتقلم ونتعذب لا ما تطلبوش الطلاق لأن في الحقيقة إحنا ما عملناش الواجب اللي علينا لسه إيه الواجب اللي علينا لسه ده إحنا عندنا على الأقل أربع خطوات قبل ما تطلب الحكاية دي أول حاجة إحنا ما جلسناش مع بعض واتكلمنا يعني ما جلسناش مع بعض واتكلمنا إحنا بدتخاني على طول خنام مش هو الكلام الكلام هو إن تعال تعال يا حبيبي إنت زوجي وإنت حياتي وإنت الرجل أصدقاء. فهو هيتكلم معك. وبناء على هذا الكلام هيتبتدي بعد كده الإجراءات. عندنا تلت تلت مسارة. المسار الأولاني مسار ان احنا نشوف حد مؤثر فيه. اولا احنا لازم نتأكد هو ايه الحكاية اللي عنده. انت اكيد بسيتي في التليفون او اكتشفت حاجة عن طريق السوشال ميديا. يعني انت عملت حاجة بحيث ان انت تتأكد ان زملته ديت في حاجة بينه. ماشي احنا مفترضين ان في حاجة بينه. لكن اول حاجة لازم نجلس مع بعض. ليه طيب انما شفيها قلعي السؤال حضرت النبي علمنا كده. اللي عنده مشكلة وعنده واجع يسأل. فاحنا هنجلس عشان نسأل. نفترض ان هو قال لك كلام بيصطمك. قال لك اه انا بحباه. نفترض. هل ده لي حل؟ ده لي حل. ايه الحل اللي ليه؟ الحل اللي ليه ان احنا لازم نقعد مع الراجل ده. هيقعد معه ناس حكماء من قسرته. وقسرتك. طب اذا ما كانش ده نافع. يتفضل يتفضله عندنا. ونقعد نتكلم بقى. نتكلم عن ايه بقى؟ نتكلم عن المصالح والمفاسد ليك في الحب اللي انت بتحبه ده. وقال الحب ده في الحقيقة مدعوم بي بيئة تسمح له. هل الحب ده؟ وهل حب حب حقيقي ولا حب تعويضي؟ حب تعويضي يعني بمجرد ما هتوصل اللي انت عايزه هيحصل لك نفس الوجع اللي كان في ايه؟ جوازك من مدام وفاء. لازم حد يتكلم بحكمة ولذلك ايه؟ لما امرنا الله سبحانه وتعالى قال حكما من اهلي وحكما من اهليه؟ حكمة لازم في الحكمة. الحكمة اللي بتخلي الانسان ينظر للامام. هل اسرته هتنهادم ولا لا؟ هل هو وانا تكلم بوقعية من غير تهويل نكلمه عن حاله نكلمه عن هو وصل لده بيه نكلمه على ان التعويض مش هو الحل للمشكلات. ان انت لو حسيت بقصور هنا او وجع هنا تروح تعوضا هنا. حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا. لا يفرقوا مؤمنوا مؤمنة اذا كره منها خلقا راضي منها الاخر. يبقى احنا لازم نعلمه ايه؟ مرحلة الرضا الزواجي. قد يكون انا بقولك ان الوضع اللي هو فيه ده مع تقديل لكل مشاعرك لكن الوضع اللي انتو فيه ده مش هيكون السبب فيه هو الوحد انا بقولك عشان بس احنا وبنيجي نتكلم في الحل بيكون سببه الطرفين وده محتاجة جالسة نتكلم فيها عن التفاصيل اللي ممكن بيها ندخل الى الحل ده شيء مهم جدا 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 ارجو ان انا كن كلمتك استاذة وفاء عن اشياء تساعدك على الخروج من اللي انت فيه معانا الاستاذ محمود من الشرقية السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك؟ الحمد لله نعمة وفضلة استاذ محمود انا عندي مشكلة مع مرات ابني مع مرات ابنك؟ اه متجوزة بقالها يعني يقول حوالى خمستاشر شهر مشت كانت حملت على طول مشت من الشهر السابع المهمة عملت بقى تساكنين في بيت العيلة يا حاج محمود؟ اه بس في شقة الوحدي اه يعني بس اما ساكنين في بيت العيلة؟ اه اه في بيتي انا الاب انا الاب عارف انا بسميه بيت العيلة يعني عشان يجمع العيلة كلها اه 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 طيب جزاك الله خير فانا يروح اخدوها اهليتها هم اماها اللي جات اخدتها بالبيت هي ستي هتاخدها فين؟ قالت انا هاخدها بس يومين كده وباب طب ايه كانت المشكلة الاساسية حاج محمود هي اكيد لما مشيت على فكرة ما فيش خالص مشاكل انا دخلت الوحدة عندكم على فكرة انا كلمتهم اصنع وبحبش احل حاجة اللي عن طريق الشارع عشان لا اظلم حد ولا اخدتها امها وروحت جبتها وضعت عندي وصرفت عليها جزء صرف عليها طبعا جاز قعدت 15 يوم ونفس اللي حصل واخدتها والدتها وراحت قدمت في المحكمة من تاني يوم عملت عضية ايه عضية نفقة ولا عضية طلاق للضرر عملت نفقة وعملت انه عنده املاك وعنده مش اهل الحاجات اللي بتتعمل المحامين بتعملها للأسف طيب يعني ايه عملت عضية نفقة اه عملة نفقة معها طفلة طبعا دلوقتي طيب وموقف ابن حضرتك ايه ده احنا عاوزين نرجعها رحنا للبلد كلها يعني موقف ابن حضرتك انه متمسك بياه اه طبعا لا 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 احنا ما بنحبش ابننا يعني اي طفل صارت ربه براه مش عاوزينه يتشرط اصلا احنا عاوزين للمهم على بعض يعني انا ما بتكلمش انا مش عاوز يعني انا بعت حضرتك للوحدة عندكم في الازهر في الزازي ورح الولد قعدوا هناك معاهم لا بس خلينا نقول بس لو انت بتتكلم في شيء يخصيني انا في مركز الاشهاد الزواجي في دار الافتاة في القاهرة احنا يبقى فيه تبقى فيه مراكز دانية اه بس انا اذا كنت بتكلم على عشان تتواصل معايا عشان بس انا اتأكد من ده فحضرتك عندنا مركز الاشهاد الزواجي هو مركزه في دار الافتاة المسالية في القاهرة وان شاء الله قريبا يكون لأماكن اخر فخليني بس اقول حضرتك انت حضرتك دلوقتي بتسألني نعمل ايه في الوضع اللي احنا فيه ده حج محمود شعب اه انا نعمل ايه في المحكمة بعتنا للناس ومشردين يعودوا هتا معنى بعتنا اهليتهم واحنا عاوزين الرضا وعاوزين الخير طيب انا عايزة انا اقول لحضرتك الحل يا حاج محمود تفضل تفضل اول حاجة حاج محمود اول اجراء اول اجراء الاجراء اللي فيه انا شايف في الحقيقة فيه زحمة يعني الكلام اللي حضرتك كلمتي فيه ده فيه زحمة زحمة فين؟ زحمة في حويصلة صغيرة اسمها الاسرة الجديدة زحمة حضرتك موجود في الاسرة وكمان اهليتها موجودة في الاسرة فالأسرة الصغيرة دي زحمة فالأولاد ما بيش عارفين يفكروا حتى في مستقبله فإذا إحنا محتاجين أول إجراء حاجة محمود إن إحنا نرفع إيدنا عن الأسرة الصغيرة دي لو حديك عايز إن هم يتواصلوا وممكن ما يوصلوش للمحكمة لإيه؟ ليه طيب؟ لإن المسألة بقت كلامة على الكبار أنا عايز الصغيرين نتكلموا مع بعض فأول حاجة خلي ابنك يتواصل مباشرة ولو هو سمعني ولو مرات ابنك كمان سمعاني خليهم يتواصلوا مع بعض وخليهم حد يبدأ بالسلام بلاش حكاية كرمتي وكرمتها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيرهم الذي يبدأوا بالسلام حضرت النبي ما كانش بيهدر كرامة حد لكن بيفتح الأبواب للناس خلي ابن حضرتك يبادر ويكلم مراته بعيدا عنكم هم الاتنين يروحوا في حتة يتكلموا مع بعض حتى لو أنهما يروحوا في حتة يعودوا ويباتوا مع بعض ويتكلموا تلات أيام مع بعض تلات أيام مع بعض لكن هم لازم يبعدوا عن هذا التأثير عشان يقدروا يعرفوا زواتهم عشان يقدروا يقرروا الجواز بتاعهم بزواتهم الأمر الثاني والمهم جدا 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 في هذا السياق أنه لازم كل واحد فينا يعبر عن حبه للأخ أنت دلوقتي إيه اللي يخليها هي متمسكة هي حاسة أن فيه واحد باعة ومن صغرش الأمور دي لازم هم يتكلموا مع بعض ويتكلموا بصدق عن مشاكلهم ومحدش فيهم يتفه من مشاعر الآخر فأرجوك لازم الحاجتين دولة لازم نعملهم الحاجة الأولانية لازم ابن حضرتك يبادر أنه يكلموا يقول لا احنا نروح تلات أيام حتى لو يروحوا في أي حتة لازم يبعدوا عن المحيط ده المحيط ده من معبأ ومليان بال هي عتقول مليان بالذكريات غير جيدة يعودوا مع بعض ويتكلموا ويفتح حوار ويتكلموا في كل الأوجاع وكل الألام وكل الأشياء اللي بتضيقهم لأنهم عندهم ولد كمان لازم كمان يضيفوا وهم بيتكلموا مصلحة ابنهم سيبوهم يتكلموا مع بعض وأنا أظن أن احنا محتاجين بس أن احنا نسخ فيهم أنهم أكبار بالقدر الكافي أنهم يعيشوا حياتهم الزوجية الأمر الثاني لازم يروحوا الخبير عشان يقدر يصلح الكلام اللي بينهم لأن المشاكل اللي بينهم ده مشاكل متوقعة ليه؟ لأن دي اسمها مشاكل حديث الزواج اللي احنا بيتعامل معها زي بالزبط مشاكل حديث الولادة المسألة بسيطة ولكن تحتاج إلى أنهم يتواصلوا مباشرة مع بعض ويكون في تدخل من خبير دي نصحت لحضرتك لإني ولا ينبئك مثل خبير ولن تستطيع أن تصل إلى الحقيقة إلا إذا كنت هناك من يساعدك على أن تكشف الغشاوة عن عينك لترى نور الله سبحانه وتعالى فخلينا نشوف ده وكمان فاصل ونرجع نكمل أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضرتكم وعنا أسئلتكم المباركة ومعنا الأستاذة هندي من البحيرة الله يجزيك عني كل خير ويحتزك فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب يا رب يا حج هند يا رب أنا جوايا جامرة نار لو قلتلك بحور الكون كلها ما تكفيها هتقول لي أنت تكذيبها ليه كده واحدة تخلي قلبي كده يطير بالدعاء الجميل دي تقول ليه جامرة نار جامرة نار ليه بس كل خير عن كل مسلم بتشتيله حضرتك بالفتوة اللي قال عليها ربنا سبحانه وتعالى طيب وليلي بقى أولي تصوير على حضرتك عليه الصلاة والسك السلام يلا وليلي بقى ما أقول لي حضرتك أنا 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 فقرب عظيم والحمد لله أنا أهل جوزي عملوا فينا ما يعمل خدوا مننا فلوسنا وخدوا مننا شئتنا وقولك مش أكتر من هم يعني حماية ده بيقولي أنا ربنا عن أرض أنا بدع عليهم لا حاولوا لقوة إلا بالله لتخبر الله العظيم أنا بدع عليهم وأنا خايفة إلا يكون عندي وزر بالدعى لأنا بدعي عليهم دوك لإني أنا فقرب عظيم منهم كل حاجة وحشة أنا متجاوزة جوزي دوك من 2011 كنت متجاوزة قبل كده وجوزي الأولاني ربنا افتكروا برحمته الواسعة أنا ما شكتش منهم فأنت متجاوزة من 11 سنة بالضبط كده حضرتك طيب قوليني بس وإيه اللي حصل أنت بتقولي أخدوا منكم فلوسكم أبوه خدوا منه خدوا منه فلوسه زي الحمد لله وعايش وبصحة الحمد لله طيب خدوا منكم فلوسكم إزاي بقى كده وإقتدار عجبكم على كده عجبكم مش عجبكم خلاص بس لنا في الرزق اللي ربنا عطاهنوا من فضل الله إزاي خدوا منكم فلوسكم كده هو كده إحنا عملنا شقة بيتهم في بيت العيلة وبعدين استكتروا علينا ده وربنا رضانا بحط التوكتوك استكتروا علينا ده جوز يعني ربنا رضانا بشغلانا أنا جوزش أشغل أعلي زائي ربنا رضاه بشغلانا جنب الشغل التاعه استكتروا علينا مسكونا دربونا وموتونا من الضرب مش دربونا نصارى ومسلمين كانوا بيحاولوا يخش ويمكزوني من إيديهم أقسمتلك بالله طيب أهدر أساعدك إزاي حاجة هند أهدر أساعدك إزاي قوليلي أنا بدع عليهم أنا خايفة ليكون طيب خليني أجاوب أجاوب حضرتك أجاوب حضرتك دولاتي أستاذين ربنا يكفيك شر الشر ويبعد عنا كل شر ويحميك من نفسك ومن شطان الأنس ومن شطان الجن يا رب أنا وأنت وسائل المسلمين يا رب شكرا وعند حضرتك برضو تقول لهم كلمتين كده لإني وحش 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 حاضر حاضر أسا حاضر الحاجة هند لعل وعسى لعل وعسى يكون بيسمعوا سيادتك يرجعوا عن الهم فيه لإني مش أنا بس اللي تظلمت هم ظلموا اتنين قبل مني واحدة توفت ربنا في تكره وطحمته الوزع وواحدة من كدر الظلم اتحهم هرب تمتت من الشباك إن شاء الله إن شاء الله ربنا يحفظهم ويجعلهم في الجنة ويحفظ حضرتك وإن شاء الله تكوني في صحة وسلام حاجة هند أنا مقدر كل مشاعرك بس أنت بتقول لي لي أعمل إيه أنا شايف إن فيه حاجة مهمة جدا جدا أنت ليه عايشة في كل اللي فات أنا مش بقول للظلم إظلم لأ هذا الظلم ظلماته اليوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول إني حرمت الظلم على نفسي واجعلته بينكم محرما ألا فلا تظالمه فالظلم حرام الظلم كبير الظلم ظلام الظلم ضياع الظلم محق للبركة الظلم ده وتوجع عايستمر في مكان مش هتقدر تخفف ألامك لا بلزة ولا متعة الظلم ظلمات في القبر وظلمات يوم القيامة الظلم خسف بالإنسان اللي بيأكل أكل حق غيره ولو بمقدار شبر بيخصف في سبع عراضين مسألة أكل أموال الناس بالباطل ده ما هوش هين ده بيجرب على الإنسان النار وبيخليه من أهل السعير وكمان بيخليه من أهل بوار القلوب بقلبه يبقى بور ولا عايزه بالله وقلبه يتبور ويفقد أنه يأتي الله بقلبه سليم وذلك يفضل الإنسان اللي عليه حق متعلق وبيتعذب لغاية ما صاحب الحق يسمحه وذلك إيه اللي حاصل محدش يستهين بهذا الحق بس خلينا أكلمك أنت بقى حقه خلينا أكلمك أنت بقى أنك أنت دعتيلي وإنت بقين عليك ست طيبة عايزة أقولك بتعملي في نفسك كده ليه ليه حبس نفسك في ده هل اللي أنت بتعمليه أنا بطالبك اللي أنت لو لديك حق على طول إحنا عندنا سيادة القانون يطلوب حقك بالقضاء بس في ناس الوقت أنت عايش كل الوجع والألم والهم ده كله ليه فيه لسه حياة واسعة ما تتمريش حياة أولادك حسسيهم أنه لسه فيه مستقبل ما يعيشوش بالألم والوجع لو عايشوا بالألم والوجع يعيشوا بالمظلومية وما تشتلاقي حد فيهم بيدوق طعم الحياة ما تفسديش حياتك وحياة أولادك يستمر في الحياة توكل على الله وخليك قوية وطالب بحقك ما فيش مشاكل طالب بحقك وحق جوزك لكن في نفس الوقت ما تعيشيش كده خليك قوية فاكرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء المرأة قال لها سبري أمرأة وبعد كده حضرة النبي رحمة الله قال لها إنما الصبر عند الصدمة بقولها سبري جمدي جمدي أنت عندك مدد من ربنا أم الوحادة النبي قال لك واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب أنت عندك مدد من ربنا أنت موصولة بالله بما أنك مظلومة فأنت موصولة بالله توكل على الله وما تبقيش ضعيفة ولا حس أن أنت موجوعة عشان حياتك تستمر واستبشري الله سبحانه وتعالى لا يضيع الأجر ولا يضيع العمل ولا يضيع أبدا حق إنسان لأن هذه الأشياء مكتوبة عند الله ولن تضيع وبعدين هقول لك حق الناس دول ما أخذوش منك ولا ملي لن تموت نفسهم حتى تستوفي رزقها وأجلها عايزها ترتاحي فلوس دي ما كانتش فلوسك يعني ما كانتش فلوسك ما تعودش تبكي عليها وتضيع حياتك عليها طالبي بحقك وإذا رجعت يبقى رزق ربنا وفتح عليك مرة تاني بس أنت عتعيشي ورزقك ما حدش أخذه منك اوعي اوعي في يوم الأيام تحس أن حد خطف منك رزقك ولا أقلل من رزقك ما حدا مش هيحصل لأنت موت نفسهم حتى تستوفي رزقها وأجلها توكليه على الله واجمدي وخليك قوية لأن الله سبحانه وتعالى يحب المؤمن القوي أستاذ ياسم من القاهرة يتفضل معك فرد تفضل يا أستاذ ياسم سمع عليكم سمع عليكم عليكم سمع حكاية تفضل يا أستاذ ياسم حالو حالو تفضل سمعك يا أستاذ ياسم سمع معك فرد ثماني هاي فرد ثماني هاي سمع حضرتك تفضل والله يا فرد مانا بس حضرتك يعني أنا معي زوجة بحالي ستة وعشرين سنة زوجتي ومشكلتها معي أنا نصفت ومشكلتها معي حين أنا يعني دايما يعني أنا بكذب عليها لو أنا اتكلمت معي يا أبو حسنا أنا كهتجيبون كتا حسنا ما تفضل صوته يا أبو يا أبو أنا بصراحة مش حالي فقام بيه والله العظيم يعيبت الضغط أنا بكلمك دلوقت يعني بحتاج جدا وبحبها جدا وعيش معيشة روية جايبينها من تحت الأرض زي ما بقوله قالت بطيبت تكذب عليها ليه حاجي ياسر نعم بتضطرك تكذب عليها ليه اهي أنا انا ما تكذبش أنا عمرني بكذبية أنا حاولت مرة أنا حاولت مرة قلت اتجرب لما اكذب عليها كذبت عليها مرة حسيت ان ايها صدقتني يعني حسيت ان هي صدقتني لا 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 ده النفس اللي أمرها بالسوق بتوهمك بده بصع جياسة أقول لك حاجة إحنا عندنا دلوقتي ظاهرة شويتين تلاتة اسمها انخفاض توافق الكبار إن الكبار في السن دلوقتي بقواهم في الجواز وعيوم انخفض توافقهم الزواجي إيه سببه ده إن سببه إن هم رهنوا على الحب ومعملوا السيانة لحبهم زوجتك بتقول لك بتتهمك بالكدب طول الوقت عارف ليه لإن الست عندها الكدب بيسوي الخيانة وهي عندها مشكلة في الأمان عايزني أحللك المشكلة دي روح وحسس زوجتك بالأمان لو هي سمعاني دلوقتي هتقول لك آه أنا مش حاسة بالأمان الست ما تكذبش الراجل إلا وهي حاسة بخوف ورعب وعايزة الأمان طب والحل هو إيه إن هو يقعد معها ويسمعها هي خايفة من إيه ولما ييجي يتعامل يتعامل على مخاوفها ويزلها مخاوفها هي خايفة إن هي لو جررها حاجة ترميها ما أنت بتقولي 26 سنة جواز هي خايفة من كده يبقى الحل هو إيه إن أنت تحسسها بالأمان وقاحد بقى يقولي يعني هو الحل إن أنا أروح أكتب لها حاجة ما قطلكش كده شوف هي إيه اللي يخليها تحس بالأمان ويكون على قد رزقك ويكون على قد اللي أنت بتنفق به لو ما عملتش ده ما أظنش إن ده يكون حل استوصي بيها خيرا وحاول تحسسها بالأمان هي هتحس بالثقة فيك لازم تعمل ده عشان تقدر توصل لقلبها وأكتر حاجة توصلك لتوصل لها الأمان الصدق يبدو إن إحنا محتاجين يا حاج ياسر إن إحنا نراجع الصدق في التعامل معها شوية إنت قلت إن أنا مرة كذبت عليها فده خال عليها وهي ببسط ما أظنش إن هو ده اللي خال عليها هي خال عليها لإن هي عايزاك تحسسها بالأمان روح وكون صادق معها وربنا سبحانه وتعالى يكرمك يا سيدة إحنا النهاردة تكلمنا عن الأمان عن مفتاح الأمان الأكبر الصدق في الحياة الصدق في الحياة نجاة نجاة من الحياة السودة ومن الأفكار السودة ونجاة من حياة الكذب اللي مليئة بالظلام الصدق هو أوسع باب ممكن نوصل به على حياتنا وراحتنا الصدق هو أول حاجة لازم نربيها لأولادنا وربيهم عليها ونعيشها معاها الصدق مش كلمة ولا عبارة الصدق حياة بنعيشها باستنارة بنور الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا بالصادق وأكرمنا بأن يكون الصدق هي صحبة الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم فيا رب يرهمنا الصدق واجعلنا مع الصادقين وبارك حياتنا بأنواري نظرك إلينا عندما نكون في معيتك بصدقنا يا كريم يا ودود يا رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة